حقائق عن شجيرة الخنزير خنزير الأدغال والمعروفة أيضا باسم خنزير النهر الأحمر هي أنواع من الخنزير البرية توجد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الوصف المادي خنزير بوشا لها جسم قوي ومضغوط مع سلسلة بارزة على ظهرها لديهم معطف بني محمر إلى بني غامق وهو خشن ورقيق لديهم ذيل طويل ورفيع مع خصلة من الشعر في النهاية يمكن أن يصل وزن الذكور البالغين إلى 100 إلى 150 كيلو براما 220 إلى 330 رطلا في حين أن الإناث أصغر قليلا الموطن تعيش خنزير الأدغال في مجموعة متنوعة من الموائل بما في ذلك الغابات والأراضي الحرجية والسفانة ومناطق المستنقعات بالقرب من الأنهار أو الجداول إنها قابلة للتكيف ويمكن العثور عليها في كل من النباتات الكثيفة والموائل المفتوحة توزيع يمتد نتاقها عبر إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من السنغال وغينيا في الغرب إلى إثيوبيا وتنزانيا في الشرق إنهم غائبون عن الصحاري والمناطق القاحلة في إفريقيا نظام عذائي خنزير بوش هي آكلة اللحوم ولها نظام غذائي متنوع تتغذى بشكل أساسي على المواد النباتية بما في ذلك الجذور والدرنات والفواكه والمصابيح والأوراق بالإضافة إلى ذلك فإنها تستهلك أيضا الحشرات والثديات الصغيرة والزواحف وبيض الطيور سلوك خنزير بوش هي في الغالب ليلية وتكون أكثر نشاطا أثناء الليل إنها حيوانات اجتماعية وتعيش في مجموعات عائلية صغيرة تتكون من أنثى وذريتها ومع ذلك فإن الذكور البالغين عادة ما يكونون منفردين ويتفاعلون فقط مع الإناث خلال موسم التزاوج التكاثر يمكن أن يحدث التكاثر على مدار العام ولكن قد تكون هناك فترات ذروة حسب المنطقة تلد الإناث فضلات من 2 إلى 4 خنزير صغيرة بعد فترة حمل تتراوح من 120 إلى 127 يوما الخنزير متطورة بشكل جيد وقادرة على متابعة والدتها بعد الولادة بوقت قصير الحيوانات المفترسة تواجه خنزير الأدغال الافتراس من مجموعة متنوعة من الحيوانات آكلة اللحوم بما في ذلك الفهود والأسود والضباع والتماسيح لديهم حسة شم قوية وسمع حد مما يساعدهم على اكتشاف الحيوانات المفترسة والتهرب منها الاقتباسات تتمتع خنزير الأدغال بالعديد من التعديلات التي تساعد في بقائها على قيد الحياة أنيابها الطويلة وأنيابها القوية تساعدها على التجذر في التربة للحصول على الطعام بينما يوفر غلافها الخشن الحماية ضد الغطاء النباتي الكثيف هم أيضا سبحون أقوياء ويمكنهم اللجوء إلى الماء للهروب من الحيوانات المفترسة